أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس نواب على عمق ورسوخ علاقات صداقة تاريخية بين مصر والصين جاء ذلك على هامشي مشاركته في أعمال المتدى البرلمانية العاشر لدول تجامع بريكس المنعقد في روسيا الاتحادية حيث التقى جبالي تشاولاجي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصينية وأشاد جبالي بجهود القيادة السياسية في كل البلدين في تعزيز التفاهمات المشتركة والمرتكزة على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات من جانبه ثمن رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الشراكة الاستراتيجية بين الصين ومصر مشيدا بجهود البلدين في دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات